تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط ساحته سوريا ولبنان الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على أهداف في العاصمة السورية دمشق وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية استهدفت عناصر تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا الأمر الذي مكن من إحباط عملية عسكرية ضد شمال إسرائيل من جانبه كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تفاصيل هذه العملية عملية وفق بنية من نتانياه مكنت من إحباط هجوم إيراني وذلك بفضل جهد عسكري وأمني كبيرين في عملية معقدة قامت بها المؤسسة الأمنية كشفنا أن قوة من فيلق القدس أرسلت وحدة خاصة من المقاتلين لسوريا لاستهداف إسرائيليين في مرتفعات الجولان وفي قرار جريء وجهد عملياتي واستخباراتي كامل للجيش الإسرائيلي أحبطنا الهجوم وقمنا بمنع الهجمات الخطيرة ومن الآن فصاعدا سنكشف أي محاولة من جانب إيران لمهاجمتنا في المقابل أكدت سوريا وقوع الهجوم مبرزة في هذا السياق أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة السورية دمشق كما أوضح المرسد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية خلفت قتلى وجرحا ولم اتكد تمر ساعات عن هجوم دمشق حتى استيقظت بيروت على وقع انفجارات غامضة الجيش اللبناني قال إن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وسقطت الطائرة الأولى أرضا بعد ساعات من التحليق بينما انفجرت الطائرة الثانية بمركز تابع الحزب الله اللبناني مخلفة أضرارا مادية كبيرة سقوط الطائرتين في بيروت خلف موجة ردد فعين على السحرية السياسية اللبنانية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحرر اعتبر أن سقوط طائرة الاستطلاع يعد بمثابة عدوان على سيادة لبنان ويشكل تهديدا لاستقرار المنطقة كما وصف الأمن العام لحزب الله اللبنانية تطورات الأخيرة بمثابة تصعيد إسرائيلي خطير متعاهدا بمنع وقوع هجمة إسرائيلية مماثلة متعاهدا بمثابة عدوان متعاهدا بمثابة عدوان شكرا